في سؤال شائك ومن ضمن الحاجات اللي بتتردد وقريناها وناس قبلنا قريتها ومش عارفة اسأله ازاي لقصاص طريق الشناوي هل صحيح انه حصل خلاف ما ما بين اتنين اعمامك مأمون الشناوي وكامل الشناوي بسبب نجاة الصغيرة لا غير صحيح ويصل الخلاف ليه تردد لا 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 هو كل حكاية نعمل انه عمي تعمل ارتبط قصيرة لا تجذبي الناس قدت لها ابعاد وحكايات كتيرة جدا متعلقة بنجاة ونجاة اقامت دعوة بالمناسبة زمان على مصطفى امين الكاتب الكبير كان بيعمل حاجة اسمها سخصيات لا تونسى مصطفى امين اه طبعا كاتبنا الكبير في اخبار اليوم كويس فبدأ يجيب على بلاطة يعني مش يلمح اه لا يقول انه كامل الشناوي كتب لا تجذبي عندي في البيت وانه سماحها اللي جاة عنده في البيت وانه كان بيتسنط في السماعة التانية على المكالمة فالنجاة قالت له حلو قوي كامل بي انا عايز اغنيها بينما هو من وجهة نظر كمال من وجهة نظر قصدي مصطفى امين كان هو يعني جواه شحونات كتيرة من الاحسيس العطفية طب انا هقولك المتوارس اجيال وراء اجيال انه كامل الشناوي عامك الاكبر من المأمون الشناوي كان بيحب جدا نجاة الصغيرة وبعد كده في احدى الحفلات لقاها يعني في حالة تقارب او انسجام مع احدهم انا بالمناسبة احدهم ده انا كلمته وقال لي انا هو كاتب كبير طبعا مخانش صحيح اللي قاله طيب طيب هكمل الحدود اه وكأنها فحس بغصة كبيرة جدا وكأن فيه طعنة جات في قلبه فكتب لا تجذبي اني رأيتكما مع فدعي البكاء فقد كرهتوا الادمعة اني رأيتكما ما احوال الدماء الجسور اذا جرى من عيني كاذبة فانقر والدعوة كذا اه اني رأيتكما اني سمعتكما كل ده خيال شاعر لم يحدث ولما اقامت نجاة دعوة بالعكس العام يقف مع نجاة لا 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 لحظة يعني الحدوتة دي خيال خيال من فرط قوة اخو دي بقى جدام انا اقولك ايه مصدقية فيه مصدقية الابداع فتبحسينه عن واقع هو مش واقع بس من فرط صدقه طب هو ايه الخيال الواقع خيال ولا انه كامل الشناوي كان بيحب نجاة لا كان بيحب نجاة عادي حب كتير يعني لا تنكر انه كان معجب بيها طبعا 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 بس هذا الاعجاب ملوش علاقة بالقصيدة القصيدة لا تعبر عن موقف حقيقي يعني ولا رآهما ولا سمعهما ولا بصي كل انا قابلت كذا حد قال انها واقع مانا بتحكي كاريوك بص لما رحت لها البيت قالت لي بص البلكونة دي عما كان قاعد هنا يكتب تمال الملاخ ده ده صحف كبير قوي قال لي انه في ساميراميس ساميراميس جنب جريدة الاحرام قال لي عما كان صهران لغاية الصبح لغاية ساعة سابعة وانا دخلت اشرب قهوة عشان يروح بعد كده الجريدة هو كمال بيصحى بدري كمال ملاخ فلاق عمي بيكتب لا تجذبي هيكل حسنين هيكل قريت كاتب عمود لأستاذ فاروق جويدة انه حكاله ان هو برضو راح الاهرام وقابل من الاهرام حدوتها منتشرة جدا راح ساميراميس فلاق بيكتب خدي بالك كلهم قالوا ان هما شهود اثبت والكاتب اللي قلتلك اللي هو اللي هو يعني اني رأيتكم معا اللي هو مفروض اللي ارتكب الجريمة دي قال لي انا مرة بكلمه فبقول له يا أستاذنا ايه صحة الواقع انا كنت عايزوا ينفيها قال لي لا ده أنا اللي عمك كتب عني القصيدة قالها بكل اعتزاز يعني طب لما هما كلهم بيأكدوا القصيدة انت ليبت فيها لأ عشان بقولك لما يدي لك عشرين حكاية تحيك يا روكة تقول لك كتبها هنا مصطفى عمين ولاك كتبها هنا كمان بالاخ ولاك كتبها هنا طب سألت عمك عم كامل اه لأ ملحيتش اسأله يا كنت الطفل لما مات طب سألت عمك مأمون رأي ومأمون رأي انه خيال انه خيال شاعر كبير وقال كده في المحكمة ما هي جزء التاني بقى ان جت اقامة دعوة ضد الكاتب الكبير مصطفى عمين اه لما كتب بشكل واضح اه نحو برضو ما هي القصة فيها لما تتحكي بشكل فيها إساءة لنجاة ما بقولك اقامة دعوة ضده بس يبدو عم يشاهد معاها ان الوقاعة اللي أساس لها من الصحة عم يمأمون راح المحكمة معلنه صديقه مصطفى عمين يعني على خطوة مصطفى قوية وكسبة القضايا نجاة اظن ان القضايا لا ما كملتش فأظن لقى حاجة كده بحيث ان الموضوع اتلم اه اتلم الموضوع اه بالتصالح مسلا اه اتلم يعني خلص توقفوا ومصطفى ما قالشه مرة تانية ولا حكا يعني اتقفلت الحكاية اه طب وإيه سر ان القناة دي يغنوها تلت مطربين نجاة وعبدالحليم وعبدالوهاب أبهب طبعا ده الملحن ماشي خطي على جنبه ومعين الحين والآخر كان بيغني حاجات على العود بصوته طيب لكن بعد ما قالتها نجاة بقى عبدالحليم بكل خبس راح لكامل الشيناوي والعبدالوهاب قالهم لا تجذبي يجب ان يقولها رجل مش امرأة الغنوة دي قصيدة كان بقى القصيدة لسانح الرجل فازاي تغنيها صوت مهما كان عظيم فقالك انا حغنيها ورأيي شخصي ان النجاة طبعا تفوقت على عبدالحليم محاش يتذكرها بعبدالحليم اتعدادة الروايات والاغنية واحدة بجمالها وبقاءها بصي فرط فرط الصدق بيبقى احيانا هو السبب في البحث عن قصة فرط الصدق وفرط النجاح يعني ايا كانت الملابسات هي واحدة من اجمل القصائد اللي كتبت واتلحنت طبعا بجمال من عبدالوهاب وتم تأديتها بتلات مطربين عطولة نجاة وعبدالحليم وعبدالوهاب